الخبراء في تونس يطلقون التحذيرات جراء تقلص مخزونات السدود من المياه حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة يتبخر أزيد من 650 ألف متر مكعب يوميا من تلك السدود ما ساهم في تراجع المخزونات بـ 190 مليون متر مكعب قياسا بالعام الماضي وضعية السدود وضعية غير مسبوقة أقل من 29% مخزون السدود إذا بدون أخذ بناء الاعتبار كمية الوحل اللوطة معناها كمية المياه نظريا هي 680 مليون متر مكعب وهي الأقل معناها على الأقل بالنسبة للخمس سنوات الأخيرة ثم ذروة الاستهلاك المائي على الأقل في الموسم السياحي يمكن يكون واعد حسب التكاهنات وبالتالي بيش تكون ضغطات كبيرة على الموارد المائية خاصة الولايات التي تتزود من مياه السدود تتالت انقطاعات مياه الشرب في عدد من المناطق خلال الشهر المنقذي تلقى المرصد التونسي للمياه 305 تبلغات لمواطنين تشكوا من انقطاع المياه ومع تتالي مشاكل التزود أقال الرئيس التونسي الرئيس المدير العام لشركة توزيع المياه ورغم تساقطات المطاريات الهامة بداية العامة يستمر خطر العطش في تونس إذا كان في الفترة هذه يجونا مليار و 220 مليون متر مكعب في المعدل فأنه نحن محصلنا منهم إلا على 493 مليون متر مكعب أي معاماة وعادل 40% وكما قلت لكم أن العديد من السدود المحورية اللي عندها دور رئيسي في تأمين التزود بالماء السالح للشرب ما زالت في وضعية حرجة بدأت تونس في الاتجاه نحو محطات تحلية المياه آخرها محطة الزارات بالجنوب التونسي التي توفر الماء ليزيد من مليون شخص تليها محطة أخرى في سفاقس من المتوقع أن تدخل قريبا حيث الاستغلال ومع ذلك يقدر الخبراء أن كلفة إنتاج المياه في تلك المحطات تبقى مرتفعة جدا رغم التراجع الحاد في مخزونات السدود لم تلجأ تونس إلى نظام الحصصي في توزيع مياه شرب ما يزيد حدة التخوف من أن تمضي عزمة المياه في البلاد نحو الأسوأ فتح الفالح مدين تونس تونس